مع حلول شهر سبتمبر أول أشهر فصل الخريف يفتتح معه العمل بنظام الحصتين في إداراتنا التونسية نظام يأتي مباشرة بعد نظام العمل بالحصة الواحدة هذا التغيير في توقيت العمل يقابله تغيير في مردودية الموظف التونسي كذلك في سلوك المواطن ومدى مساهمة هذه الوضعية في قضاء حاجته بالنسبة للنظام هذا يساعدنا برشا دوبولتون فالنسان يلقى ريحته سواء في الخدمة رون دماء أكثر وحتى بوين دي في يعني عيشته اليومية يفتر ويرتاح ويصلي ويرجع المتجرى متاعه ويخدمها الروح ويحب كل ريحية حتى يتنقل أقل مفمو إذا كان موظف مثلا حاجته بالبوستة شي يعمل معانتها يخرج من خدمته الساعتين يجي البوستة يلقى سكرت معانتها ما ينجيش ساعة ويلا يضطر يهرق من خدمته سيانس بركة يبدأ العباد الكل تزرب وتحب تقذي قضيتها البليويت بوسيبل تنديس كدوبلا سيانس تلقى على قل فضام بين النهار وبين العشية نظام نحصل واحد يبدأ يسر ضغط على المؤسسات واحد فهمت الإنسان جمش يقذي قضيته في ذا دوبلا سيانس يجي ما قد يش قضيته صباح نجي ما قد يالعشية بصحيح هو نظام الحصة الواحدة فيه مزايا كونه تقرب للعائلة وبرشة وقت بش الواحد يتفرهد ويتنفسه كذا ما احنا في الخدمة نتعب ونتعبوا شوية خاطر توتي كونسنتري في كلاثة سوايا أربعة سوايا كهو ولو أنه البنك يفتح من السابعة متع صباح حتى الواحدة بعد الزوال أما الإقبال يكون من حوالي العشرة متع النهار لنصف النهار وهذاك الكليونيت الكل هم يجي في الدوبلا سيانس معاش ثم كونسنتراتيون كبيرة كبيرة يولي تولي الخدمة لكلها لطول النهار ما فهماش اكتذات بالرغم من يرس الشرن والماما معناتها نستقبض في شهريتها أبركوا معناتها ليقي شيء من نفسين شوية ومشك يقبل دوس يوم سخير هم يعني أحسن خير دوس يوم سخير خطر ما تنجيش سباحة جير عشية وانا حصة واحدة من اللحداشة قريب نصف النهار يسكر التكيات باش هم يكملوا خدمتهم يعني دوس يوم سخير هم برنسيب الضغطي الكل يكون فيك الأربعة سوايا متع من ثمانية ونصف النهار فهمتها موش كما اليوم اليوم النظام الحسطين معناها تلقى معناها فترات فترات كما في السيون سينيك نحس روحدة معناه كما مع الناس كل تخدم عروحة وكل أنا الحسة واحدة النوم برمتاع الزغطي ري برشا ونحن يكسر علينا الضغط يسر وللموقات نزيد نفس التوقيت يعني نفس الوقت تجي فيه للناس كلها على قد ما يكون سويا متع الخدمة أقل بالنسبة للسيون سينيك على قد ما يكون النومبر متع المستفيدين يكون أقل خاطر بالنسبة لمصالح العبد الكوليكة تتعطل في الوقت السيون سينيك في ظل اعتبار القطاع الإداري شكل من أشكال البطالة المقنعة التي تثقل كاهل الدولة يمكن أن يكون نظام العمل بالحسطين هو البديل الذي من شأنه أن يحدث الانتعاشة وحيوية اقتصادية سيما إذا اقترنا بالعودة الجامعية والمدرسية الوشيكة عسى ذلك أن يخرج بلادنا من الركود الاقتصادي النوعي بعد الموسم الصيفي مثل ثلاثة متع العشية الناس يقول لك بحورات كما أقولوا ليدارات الكل تسكر مصالح الكل تقف في حين يكون دوبل سيون سمع تنهار كاملة 12 ساعة كاملة تكون الدورة الاقتصادية الكل تمشي خير خير تكون مش تخدم ثمانية ساعات بوزوري أنت كبير مش تخدم فيه مش تلمو في خمسة ولا ستة ساعات في نظام الحصة الوحدة دونك المردودة افيدا ما مش تقل سيونس واحدة الجريو معنا تلساني جريو معنا ما دو سيونس فيها الراحة فيها الخدمة فيها العمل وفيها أكتر معنا تمنتوج أكتر بالنسبة للمردودة العملة متاعنا كأعوان في الاستقبال مردودنا بالنسبة للحصتين خير من الحصة واحدة بالنسبة للمواطن المردود طيب وفي خدمة الحرفاء من حقا عندي قدش مرقى ريجل فيه متوفمين با في نص ساعة كبريس كاملتهم بش ننعشو الأقتيسة يلزم ننخدمه أنا برسونيل ما ونشوف كونه نظام الحصة الواحدة فيه وعليه ويمكن نغتنم الفرصة هذية بش نقول حتى الزرير التوقيت اللي بدلوه كونه الإدارات ما حدش يخدمونه نهارة سبت يقلق بار شعبات احنا مثلا في قطع البنوك ما نخدموش نهارة سبت نمشيون ما نلقاوش المصالح لاستيق الإدارات العمومية بصفة عامة ما نلقاوهمش محلولين نهارة سبت وهذا يقلقنا برشا 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 لا شك أن نظام العامل بحصتين يعطي للمواطن فرصة لقضاء حاجته بأريحية واضحة كما أنه ينعش الاقتصاد الوطني بصفة ملحوظة في المقابل فأن الأمر المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 والمتعلق بتوزيع أوقات العمل بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسة العمومية ذات السبغة الإدارية يخلق مشاكل للموظف التونسي الذي يصدم بإغلاق الإدارة التونسية في نفس توقيت راحته الأسبوعية وبالتالي يعجز على قضاء حاجاته كمواطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر